تحتفل مصر اليوم بمرور 64 عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالي وذلك يوم التاسع من يناير من عام 2960 واتخذ قرار بناء السد العالي في عام 1953 تشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع وقد لجأت مصر لتأميم قناة السويس في عام 1956 ذلك لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي 64 عاما مرت على ذكرى وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس للسد العالي في التاسع من يناير عام 1960 عمل ضخم يعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين حيث حما هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات مشروع السد العالي يعد نموذجا لقدرة الشعب المصري على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالي خلال سنوات معدودة رغم معطر المشروع من صعوبات هندسية ومادية قرار بناء السد العالي اتخذ في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع والذي تم الانتهاء منه عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكي بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة مصر لجأت آنذاك لتأميم قناة السويس في عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ليتم توقيع اتفاقية بناء السد العالي في عام 1958 ووضع حجر الأساس في عام 1960 مصر تحتفل أيضا بذكر افتتاح الرئيس الراحل محمد أنور السادات مشروع السد العالي يوم الخامس عشر من يناير عام 1971 هذا اليوم الذي أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان فتحية وتقدير لكل من شارك في تحقيق هذه الملحمة التاريخية بعد أن كتب العاملون بهذا المشروع تاريخا عظيما يروى لأجيال عديدة قادمة عندما تمكنوا من ترويد الطبيعة الصخرية في جنوب مصر ليابن السد العالي كعلامة بارزة وخالدة في تاريخ مصر